يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس حجد أنصرهما قبل أيام من الانتخابات الأمريكية وخلال تجمع انتخابي في حديقة ذي أليس قالت هاريس أن ترامب ليس مرشحا كفأا للرئاسة وأنه يسعى لسلطة مطلقة برنامج حافل في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الحسم في الخامس من نوفمبر ترامب وهاريس سيزوران خلال هذا البرنامج أحيانا ثلاثة ولايات أو أكثر في يوم واحد فقبل أسبوع من المواجهة حذرت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الأمريكية كاملا هاريس من سعي دونالد ترامب للحصول على سلطة مطلقة وذلك في خطاب حماسي ألقته في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونغس الأمريكي الكابيتول في السادس من يناير من عام 2021 هاريس خاطبت أنصارها قائلة إن ترامب ليس مرشحا كفءا للرئاسة وإنه يسعى لسلطة مطلقة وجاء اختيار هاريس لإلقاء كلمتها في الحديقة التي حشد فيها ترامب سابقا مؤيديه في محاولة مباشرة منها لتذكير الناخبين بالفوضى التي سببها أنصار ترامب حينما اقتحم الكابيتول لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن ترامب وهو أكبر مرشح رئاسي يخوض الاستحقاق حتى النهاية شارك في تجمع في مدينة إيلنتاون الصناعية في بنسلفانيا التي يرجح أن تكون الأكثر أهمية من بين الولاية السبع الحاسمة التي يتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات علما بأن المدينة تضم جالية كبيرة لأشخاص ينحدرون من بورتريكو التي نعتها أحد أبرز مؤيديه بألفاظ سيئة وحول التصويت المبكر أظهرت أرقام نشرت خلال الساعات الماضية أن أكثر من خمسين مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا أو بواسطة البريد وهو رقم يناهز سلسة إجمالية عدد الناخبين قبل أربع سنوات اشتركوا في القناة